وللحديث أكثر مشاهدينا عن مخاطر وتجارة الفوريكس يظن ينضم إلينا في الاستوديو مدير إرادة التفتيش في هاية السوق المالية الأستاذ محمد المعمر أستاذ محمد أهلا بك حيك الله أستاذ محمد عندما نتحدث عن تجارة الفوريكس نتحدث عن أمور كثيرة قبل الحديث عن المخاطر وما تخذت من قبلكم من إجراءات حولها نتحدث لماذا في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة أصبحنا نسمع مسمى الفوريكس يتردد بشكل كبير وأصبح يلاقي انتشارا كبيرا في البداية كل أمنتم بخير ومبارك هذا الشهر على الجميع مصطلح الفوريكس هو مصطلح يعني تبادل العملات الأجرمية هو من أقدم الأسواق لتبادل العملات وهو معروف عالميا من أقدم الأسواق عالميا تتحدث نعم من أقدم الأسواق عالميا وهو معروف سوق تبادل العملات نشأت في العقود الأخيرة سوق مشتقات تتداول في السوق العملات فلذلك حقق الآن في الفترة الأخيرة بوسائل تواصل جديدة من خلال شبكة الانترنت وهو وسائل التواصل الاجتماعي حقق انتشار واسع نعم بما أنك ذكرت هنا لفتني بأنه سوق قديم موجود لماذا هو غير مصرح له في المملكة؟ حقيقة لا يوجد شيء يمنع تواجده في المملكة وهو موجود يمكن للطلاع بقائمة الأشخاص المرخص لهم من خلال موقع هيئة السوق المالية ومن خلال البنوك المصرفية من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي نعم قبل أن نتحدث لماذا لا يتواجد ونتحدث عن ذلك تفصيلا هناك الكثير بكل تأكيد من المخاطر في تجارة الفوريكس دعنا نتحدث عن هذه المخاطر ولماذا يتم التحذير منها؟ أكثر بما واجهنا في الفترات الماضية هو مخاطر الوقوع في عمليات نصب واحتيال نعم كثير من الشركات التي يتم الترويج لها من خلال شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هي شركات وهمية لا وجود لها هي فقط توجد منصة أو وسيلة للترويج لها من خلال شبكة الانترنت للوصول والإيقاع بضحايا شركات وهمية لا تتعلق ولا ترتبط بتجارة الفوريكس هم لا وجود لهم هم خارج النظام المالي هم فقط يتواصلون معك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال أي وسيلة كانت لكن في الحقيقة لا يوجد لهم تواجد حقيقي أو رخصة حقيقية من جهة تنظيمية المخاطر الأخرى المتعلقة في تداول في مثل هالتعاملات هي حقيقة سوق العمولات يترتب عليها مخاطر عالية جدا نعم ويتطلب خبرة مالية كبيرة للتعامل أو فهم مثل هالتعاملات المالية نظرا للتدبذب الكبير في التعاملات المالية في سوق الفوريكس المخاطر برضو فيه مخاطر مترتبة على توفير رافعات مالية أنتم ذكرتوا الآن أنهم أصبحوا يعطون رافعات مالية بقيمة 500 إلى 1 صحيح وهذا يعرض المستثمين إلى خسارة أكبر بسرعة أكبر وخسارة كبيرة وفادحة بسبب دراس المال نعم يكفي أن نعلم اليوم أنه 70% وهذا رقم متحفظ جدا نعم أنه 70% من المتعاملين في سوق الفوريكس يخسرون كامل أموالهم في هذا السوق عالميا طبعا دعني قبل أن أستكمل وعلق عن النقاط التي ذكرتها ذكرت بأن أحد المخاطر هو أن الشركات التي تروج لتجارة الفوريكس هي شركات وهمية أين تتركز هذه الشركات أكثر؟ هل رصدتم مناطق أكثر من مناطق يتم التركز فيها؟ نعم في مراكز في جهات في دول في أحد الدول لا تربطنا حتى أي علاقة فيها في السعودية يتركز فيها كثير من الشركات أيضا أنا أتكلم الآن على الشركات التي ممكن لها وجود أو لها رخصة وللعلم فقط أغلب رخصهم هي للتداول خارج نطاق الدولة وليس داخل الدولة نعم صحيح الآن عندنا جهات غير معلومة لا تعرف لها مقر ولا تواجد اللي هم الجهات أو عمليات الشركات الوهمية أو اللي تعرضون للناس لعمليات نصب واحتيال نعم ولكن هنا أستاذ محمد هناك نقطة مهمة هناك شركات وهمية هناك الكثير مما وقعوا في فخ الكذب والإحتيال والغش كيف يتم إقناعهم بهذه البساطة بالدخول بهذه الشركات خاصة لا تملك تراخيص ولا تملك أصلا وجود كيف يتم إقناعهم طبعا طبيعة الناس الرغبة في تحقيق الثراء السريع وتلقيهم وعود بمثل هال وعود أحلام الثراء السريع فلقاع بمثل هالناس سهل جدا من خلال إيراد قصص وهمية لو تشوفين الآن خلال المواقع التي انتشرت أو قصص التي انتشرت في الفترات الأخيرة يجتجد أنها خبر منشور باسم جديد صحيفة سعودية وهي حقيقة أو موقع مزور يذكر قصة نجاح لشخص أو عائلة سعودية أو مشهور سعودي أنه تم حصل على ثروة كبيرة من خلال التداول مع هذه الشركات نعم وتحول من موظف إلى الثراء وتحول صحيح وهذا منتشر بشكل كبير تجارة الفوريكس تحدث عن المخاطر جانب آخر هل مخاطر فقط تنحصر بالنسبة إلى السوق أم أن هناك أيضا مخاطر التعامل مع شركات الوساطة التي تروج لهذه الصناعة حقيقة كنا كنا نتحدث سابقا أن السوق هذا بخاطره عالية جدا يحتاج إلى خبرة مالية خاصة بطرف الآخر حال تعامل مع جهات خارجية غير مرخصة طبعا في السعودية فأنه يصعب على المستثمر التقاضي في حال وجود أي خصومة يعني باعتبار أن الشركات ليست شركات وهمية أنا الآن أقول أنه شركات مرخصة تتحدث عن شركات مرخصة لو كانت جهات خارجية مرخصة من قبل جهات تنظيمية خارج المملكة يعني تعرض المستثمرين إلى مخاطر آلية في حال وجود خصومة مثلا فجهات التقاضي ليست داخل المملكة بل خارج المملكة خارج المملكة حسب نظام البلد التي توجد في هذه الشركة صحيح كيف يتم هنا حماية المستثمر من داخل المملكة؟ طبعا اليوم بعد ما حصرنا كل أسباب التوجه إلى مثل الشركات هذه وجدنا أنه أولا بدأنا بمتابعة شركات النصب والاحتيال وهذا مهم فبدأنا بحصر المواقع ومحاولة طبعا ملاحقتهم وهذا شيء ماهو سهل لكن بدأنا بحجب المواقع حجبنا اليوم أكثر من مئة موقع بدأنا عن طريق مؤسسة النقد الأخوان في مؤسسة النقد العربي السعودي بدأوا يحضرون التحويل إلى هالجهات وأيضا وأهم من ذلك هو بدأنا بالحملة التوعوية لتوعية المستثمرين عن مخاطر مثل هذه الاستثمارات وبناء على ذلك ومنطلق حرص الجهات المانية على توحيد الجهود في توعية المستثمرين انطلقت أعمال اللجنة دائمة للتوعية والتحذير من مخاطر الاستثمار في سوق العملات الفوركسة الغير مرخص اللجنة دائمة نشأت بموجب أمر سامي بدأت أعمالها خلال الفترة الماضية وبدأنا الآن نكثف حملات توعوية موحدة بين الجهات التنظيمية هنا سيد محمد دعني أسألك عن جانبين مهمين الجانب الأول هل هناك إحصائية معينة عن الأموال التي فقدت أو التي تم الاحتيال من قبل المتداولين من قبل هذه الشركات الوهمية هل هناك إحصائية معينة؟ هذا الجانب الجانب الآخر هل هناك إحصائية عن حجم التداول السعوديين في الفوركس؟ هذه أحد المشاكل الكبيرة لا توجد أرقام رسمية اليوم لأن كثير من التعاملات التي تتم من خلالها الشركات هي خارج النظام المالي السعودي يعني اليوم لو تشوفين أحد المواقع تجد أنه يستقبل الأموال من خلال بطاقات الشحن الإلكترونية التي تباع وتشترى من خلال الإنترنت فبالتالي من الصعب حصرها الأموال هذه وكيف توجهت إلى الجهة هذه وبذلك تصعب حتى علينا تتبعها وتتبع مصادرها المروجين لهذه التجارة تجارة الوهمية تحدث وليس الشركات المصرحة لها هل لهم عقوبات معينة؟ حقيقة غير هنا أستاذ محمد حجب الموقع حجب الموقع خطوة أولى الخطوة الثانية هل لهم هنا عقوبات معينة لترويج هذه التجارة؟ الجهات الرقابية في المملكة تحير جميع المتورطين بمثل هالنشاطات داخل المملكة إلى النيابة العامة نعم لإقامة الدعاوة ضدهم اليوم عندنا عدة قضايا منظورة الآن في الجهات القضائية والهيئة ومؤسس النقد العربي السعودي ووزارة التجارة وكل الجهات الرقابية الآن موحدة الجهود لتابعة ومراقبة مثل الأنشاطات والمتورطين خارج المملكة هل هناك اتفاقيات مع بعض الدول ربما لملاحقة هؤلاء المتورطين أم لا توجد حتى الآن؟ حاليا جاسي الموضوع يثار على مستوى عالي جدا من قبل الهيئات العالمية وثير سابق في الفترات الماضية في المنظمات العالمية وفي جهود الآن إلى متابعة مثل هذه العمليات ووضع تنظيمات لها حتى أختم الحديث معك بشكل سريع ومختصر أستاذ محمد لماذا لا يشرع مثل هذه التجارة داخل المملكة لحماية المتداولين وأيضا الحد من الاحتيال طبعا النشاط بحد ذاته هو ليس ممنوع نعم القطاع المالي في المملكة يوفر كثير من المنتجات ومنها سوق العمولات وممكن لتطلاع فيها زي ما ذكرنا سابقا بقائمة الأشخاص مرخص لهم في هذه السوق المالية أو قائمة البنوك المصرفية في مؤسس النقد العربي السعودي نعم وصلت الفكرة إذن بشكل كامل إذن ضيفنا في الاستوديو لساذ محمد المعمر مدير رد التفتيش في هذه السوق المالية شكرا جزيلا لك ضياك الله